إذن هذا هو شرعة مؤسسة لفارج هوليسيم الجزائر اليوم بتصدير أول كمية لإسمنت وذلك من ميناء أرزيو نحو دولة غامبيا وسيشمل تصدير 16 ألف طن من الإسمنت الرمادي والمصنوع من قبل مصنعها الموجود في منطقة عجاز ولاية مع عسكر وأكد مجمع لفارج أن العملية تثبت عزمها لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي وخاصة تنويع مدخيل الجزائر خارج المحروقات